الكآبة تخيم على تدريبات برشلونة بعد رحيل ميسي سان جرمان يصدم ريال مدريد بخطة التعاقد مع ميسي أنباء حول رحيل اللعب محمد صلاح عن نيفربول والانتقال إلى مدريد دوارديولا لا نفكر في التعاقد مع ميسي ورحيله عن برشلونة فاجأ الجميع ميسي يقرب بومبابي من ريال مدريد ريال مدريد يسعى لضم مدافع جديد في المريكات الصيفي الجاري لابوردا يوضح بالتفاصيل أسباب رحيل ميسي أهلا بكم متابعين في قناة عرب جول أخبار سؤالنا اليوم أين تتوقع واجهة تامسي المستقبلية بعد رحيله عن برشلونة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والآن إلى التفاصيل نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على تويتر اليوم الجمعة مقطع فيديو لأول حصة تدريبية بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني ليون الميسي ويظهر المقطع نجوم الفريق في الحصة التدريبية وهم يقومون بالتدريبات البسيطة بكل برود بعد أن ارتسمت علامات الكآبة على وجوه أغلبهم وخلال دقائق علق مئات المغردون بعبارات أين ميسي بينما رد عليهم البعض بأن نادي برشلونة أكبر من أن يقف عند لاعب حتى لو كان الأفضل في التاريخ وكان رئيس برشلونة أخوة لابورتا قد صرح الجمعة بأن النادي المنافس في دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ميسي بسبب لوائح اللعب البال النظيف لرابطة الدوري وأشار لابورتا لأن برشلونة وميسي أرادت توقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية وأبلغ لابورتا مؤتمرا صحفيا النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم منضم ميسي إلى برشلونة وعمره 13 عاما وهو هداف النادي عبر العصور والأكثر مشاركة في المباريات وأحرز 672 هدفا في 778 مباراة في جميع المسابقات يتواصل الحديث عن مستقبل نجم برشلونة سابق لونيل ميسي الذي انتهت رحلته مع النادي الكاتالوني بعد أن فشل في تجديد عقده ووفقا للمعلومات الواردة من برنامج الشيريجينتو الإسباني فإن تعاقد باريس إنجرمان مع ميسي سيقرب مبابي من ريال مدريد وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي عام 2022 ويرفض اللاعب حتى الآن التجديد في حين ينتظر ريال مدريد الفرصة المناسبة للتوقيع معه وأضاف المصدر أن سانجرمان سيسمح للمبابي بالرحيل والانتقال إلى ريال مدريد في حال تمكنه من التوقيع مع النجم الأرجنتينية أكد الإسبانية بيبي جوارديولا مدرب منشستر سيتي أن الفريق لا يفكر حاليا في التعاقد مع ميسي عقب رحيله عن برشلونة في فترة الانتقالة الجارية بعد فشل عملية تجديد عقده والذي انتهى مؤخرا وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي بمواجهة لستر سيتي غدا في الدرع الخيرية لقد أنفقنا 40 مليون جنيه سترليني على التعاقد مع جاكي غريليش سعره 100 مليون جنيه سترليني حصلنا على 60 مليون منها من بيع بعض اللاعبين وسيرتد الرقم 10 لقد اقتنعنا بغريليش وكنا مقتنعين بأن ميسي سيبقى في برشلونة الآن ليو ليس في تفكيرنا وأضاف جوارديولا بالنسبة لميسي كانت مفاجأة للجميع بمن فيهم أنا كان الرئيس واضح في سبب ذلك لم أتحدث مع لي أو الرئيس لذا لا أعرف ما حدث ولكن عندما يكون لديك الكثير من الخسائر المالية فهذا هو القرار وردت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحيل اللاعب محمد صلاح وانتقاله لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة بعد تعثر المفاوضات عن تجديد عقده مع نادي ليفربول وظهر اليوم اللاعب في تدريبات الجمعية في النادي صباح اليوم وجاءت آخر الأخبار اليوم حول اتفاقية اللاعب عن تجديد عقده مع الفريق واشتراطه حصول على راتب أعلى فهو أفضل لاعبي الدول الإنجليزي الممتاز حتى الآن ويعده والراتب الأعلى بين اللاعبين الكبار فقد يتفق الجميع على مدى حب الجمهور حول اللاعب محمد صلاح الفرعون المصر هو إضافة قوية لفريق ليفربول في الدول للموسم الجديد لذلك تحاول إدارة النادي الحفاظ عليه بشكل كبير وهو بالفعل يؤدي تمارينه على أكمل وجه وبانتظام تبكن في أن يفصل تلك المشاكل حول الرحيل عن مدى مستواه داخل الملعب في التدريبات الجماعية كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخطة التي سيحاول سانجرمان تنفيذها للتعاقد مع ميسي والذي تم تأكيد رحيله عن برشلونة منذ الإعلان عن رحيل ميسي حصل ريال مدريد على جرع التفاؤل فيما يخص التعاقد مع مبابي نظرا لأن سانجرمان الأقرب للتوقيع مع ميسي لكن لن يكون قادرا على تحمل رواتب ميسي ونيمار ومبابي معا ودعت العديد من المصادر أن مهمة ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي ستكون أسهل الآن بعد تسريح ميسي من برشلونة لا سيما وأن المهاجم الفرنسي ما زال يرفض تمديد عقده الذي سينتهي بعد عام واحد وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سانجرمان سيخالف جميع التوقعات ولن يفرط بكيل نمبابي حتى لو كان أمامه فرصة ثمينة للتعاقد مع ميسي وأضافت تقرير أن باريس لا يمكنه التعاقد مع ميسي في الوضع المال الراهن لأنه يعاني من عجز قدره 200 مليون لكن في نفس الوقت لا يريد رئيس النادي الباريسي التخلي عن نمبابي يسعى ريا المدريد للبحث عن مدافع قوي للمشاركة في الموسم الفريقي للعام الجديد والذي يقوم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بخوض مبارياته والجنب الدفاعي منه مخوخ للغاية حيث فقد الفريق الملكي اثنين من أفضل مدافعيه في التاريخ على الإطلاق وهم رفايل فاران الذي انتقل إلى منشستر يونيتد وسيري خيراموس الذي انتقل إلى باريس انجرمان وعلى الرغم من التعاقد مع ديفيد ألابا فإنه يفتقر أيضا إلى شخص مختص في ذلك المركز ولذلك فإن هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع النادي للبحث عن لاعب متمرس لشغل قلب الدفاع وتعزيز دفاع الفريق قال رئيس نادي برشلون أخوال بورت أنه لا يريد أن يعطي أملا كاذما لجماهير النادي حول بقاء ليون الميسي به وأوضح خلال المؤتمر صحفي اليوم الفريق الكاتالوني لم يستطع تجديد عقد ميسي بسبب لوائح اللاعب المالي النظيف لرابطة الدور الإسباني وقال أنه تم في البداية الاتفاق مع النجم ميسي على اللاعب لموسمين مشيرا إلى أنه كان يتوقع مرون أكبر من الاتحاد الإسباني حول الأمر لكن ذلك لم يحدث وأوضح أنه تم الاتفاق مبدئيا على عقد لمدة خمس سنوات تمت الموافقة عليها من قبل ميسي مع إمكانية التمديد لمدة عامين آخرين في وظيفة إدارية ثانية في برشلونة وقبل بهذه الخطة وعلى الأقل البقاء لموسمين وأكد أن ذلك العرض لم ينجح بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الإسباني ما أوصل إلى هذا الوضع في إشارة لعدم تجديد عقد ميسي وقال رئيس النادي إن ليو يستحق الأفضل ينتابني حزن كبير لكننا فعلنا أفضل ما يمكن من أجل نادي برشلونة وأكد قائلا ميسي له منا كل التكريم وبشكل يومي تقديرا له على كل ما قدمه لنادي برشلونة حاليا الظروف الصحية والاقتصادية معقدة لكني آمل أن نقيب له يوما ما التكريم الذي يستحقه ترجمة نانسي قنقر